تمكن المنتخب الإسكتلندي من فرض التعادل السلبي على جاره الإنجليزي في المواجهات التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب وامبلي في الجولة الثانية من المنافسة عن الجولة الرابعة المجمعة الرابعة عفوا تعادل أضافت به إنجلترا نقطة وحيدة بعد انتصاره في المواجهات الأولى أمام كرواتيا فيما حصد الإسكتلنديون النقطة الأولى في المنافسة بعد هزيمة تشاك فاز المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي بأدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة وسجل إيميل فورسبرغ لعب وسط المنتخب السويدي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السبعة والسبعين ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى أربعين نقاط في صدرة المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني وتستأنف مباراة الجولة الثانية من المجموعة السبت بمواجهة تجمع بين إسبانيا وبولنطا افترق منتخب كرواتيا والشاك على وقع التعادل في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب هامتون بارك في الجولة الثانية من الدورة الثانية من منافسة اليورو المنتخب الشيكي كان سباقا لتهديف عن طريق لعبي باتريك شاك في دقيقة السبعة والثلاثين قبل أن يعادل للكرواتيا اللعب بيرزيتش عند الدقيقة السبعة والأربعين من عمر اللقاء تعادل خدم أكثر منتخب الشاك الفائزي في خرجة الأولى أمام إسكتلندا فيما فشل منتخب كرواتيا وصف بطل العالم في تحقيق أول فوز له في الدورة بعد انهزام في الافتتاح أمام منتخب إنجلترا ترجمة نانسي قنقر